بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن صلاة الجماعة مسألة إمامة قوم أكثرهم يكره الإمام بحق الحكم في هذه الإمامة يكره أن يأم القوم وهم يكرهونه بحق ودليل ذلك حديث ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم العبد الآبق حتى يرجع ومرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون وقوله لا تجاوز صلاتهم أذانهم أي لا ترفع ولا تقبل وهذا الحديث عند المدققين من أهل الحديث الذين يحكمون الحديث قالوا هو ضعيف أما إذا كرهوه بغير حق يؤدي الصلاة في وقتها يتبع السنة في الصلاة يصلي بهم صلاة متأنية ليس عليهم لاحظات وأخلاق طيبة لكنهم ربما يكرهونه بعضهم ربما لأنه يطيل بهم الصلاة وفق السنة فيكرهونه لذلك أو ربما بعضهم لا يريد هذا الإمام لشخصه فإمامته في هذه الحالة لا تكره وكراهتهم له لا عبرة بها هذا القول عند الفقهاء ابن عثيمين رحمه الله قال ظاهر الحديث يدل على أن الكراهة مطلقا سواء كانت بحق أو بغير حق وهذا هو الأصح عند ابن عثيمين رحمه الله وعلّل لذلك بقوله لأن الغرض من صلاة الجماعة هو الائتلاف والاجتماع وإذا كان هذا هو الغرض فمن المعلوم أنه لا يمكن الائتلاف ولا الاجتماع إلى شخص مكروه عند الجماعة فهذا يدل على أن من أم قوم وهم يكرهونه فإن هذه الإمامة في حقه مكروهة مسألة إمامة ولد الزنا إذا سلم دينه تصح إمامة ولد الزنا إذا كان سليم العقيدة مستقيم الدين قارئا للقرآن فقيها فيكون كغيره يثبت له ما يثبت لغيره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أكرأهم لكتاب الله وهو قارئ لكتاب الله فيشمله هذا الحديث إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها والعكس تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها في هذه الحالة الذي يؤدي الصلاة هو الإمام والمأموم يقضي الصلاة فالصلاة من الأثنين صحيح مثال ذلك دخل رجل والناس يصلون صلاة الظهر ثم ذكر أن عليه صلاة الظهر من اليوم الذي قبله في هذه الحالة يبدأ بالصلاة الفائتة فيدخل معهم وهو ينوي أنه يصلي صلاة الظهر من اليوم السابق وهم يصلون ظهر ذلك اليوم فهذا صحيح لأنه صلى خلف مؤد فالصلاة واحدة لأن هذا يقضي صلى خلف مؤدي والقضاء طبعا أنه يصلي في غير وقته والأداء يصلي في وقته فهذه الصورة صحيحة لأنه قاضي صلى خلف مؤد فالصلاة واحدة لكن اختلف الوقت فالصلاة صحيحة في مثل هذه الصورة وعكس ذلك إذا كان الإمام يقضي الصلاة والمأموم يؤدي الصلاة فالصلاة صحيحة من الاثنين مثال رجل ذكر أن عليه فائتة وهي ظهر اليوم الذي قبله يعني ظهر الأمس فقال للآخر سأصلي ظهر الأمس وصلي معي أنت مأموم ظهر اليوم فالإمام يصلي ظهرا بنية اليوم الذي قبله والمأموم يصلي ظهر هذا اليوم فالصلاة صحيحة لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الزمن مسألة ائتمام مفترض بمتنفل يعني أن يكون المأموم مفترض والإمام متنفل هل يصح ائتمام مفترض بمتنفل قالوا الفقهاء الحنابلة لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل فلا يجوز أن يكون الإمام يصلي النافلة والمأموم خلفه يصلي الفريضة واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه وهذا اختلاف عليه لأن المأموم نيته الفريضة والإمام نيته نافلة هذا القول الأول القول الثاني في المسألة أن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيح فإذا كان الإمام متنفل والمأموم مفترض فالصلاة صحيح ودليل ذلك أولاً عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فلم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام إلا هذا الشرط أن يكون قارئ لكتاب الله مجيد لتلاوة كتاب الله عز وجل وللأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة ونحو ذلك فلو كان لو كان الإمام لو كان يشترط أن يكون الإمام مفترضاً إذا كان إن يصلي مفترضاً إذا كان المأمومين مفترضين أو العكس لكان ذلك مذكور ولكان ذلك شرط فلما لم يشرت ذلك وإنما شرط القراءة فقط دل على أن الإمام المتنفل صلاته بالمأموم المفترض صلاته صحيحة ثانياً استدلوا أيضاً أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وهي فريضة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء فهم يصلون مفترضين وهو يصلي متنفل والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك مسألة ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو العكس قالوا لا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها يعني غيرها من الصلوات الرباعية وذلك الاختلاف النية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر فلا بأس بذلك لعموم ما سبق من الأدلة والأدلة السابقة منها قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فلم يشترط شرطا غير هذا الشرط وأيضا لما سبق من أنه يصلي المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض وذلك مع اختلاف النية فهنا لا يأتي حديث فلا تختلفوا فلا تختلفوا عليه هذا والله أعلم وأحكم ترجمة نانسي قنقر